الحمد لله رب العالمين دنيا وآخرة فنحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد أحد بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلنا على ما فيه الخير والهدى والرشاد وصلاح الأحوال دنيا وآخرة فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأرحب بأخوتي من طلاب العلم الذين انتظموا في الدورة العلمية السابعة في بيت الله الحرام في المسجد مسجد الكعبة المشرفة وأسأل الله جل وعلا أن يعظم الأجور لهم وأن يكثر الثواب لهم وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين من مصلحين من دعاة دينه ومن المرشدين إلى ما يتحقق به صلاح العباد في المبدأ والمعادة ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جعلنا في هذا الزمان ممن ينتسب إلى العلم تعلما وتعليما فهذه منة كبيرة منه سبحانه وتعالى فهنيئا لكم يا طلبة العلم بذلك وأسأل الله جل وعلا أن يخلص أنيات وأن يوفقكم لما فيه خيركم وسعادتكم كما أسأله جل وعلا أن يستعملكم في طاعته وأن يجعلكم من الموفقين في كل أموركم وإذا كان المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بالسناء على الجهود الجميلة التي يكون لها الأثر الحميد في نشر دين الله وفي صلاح أحوال العباد فإن مما يشكر في هذا المجال ما تقوم به الحكومة السعودية من تهيئة سبل العلم ووسائل سواء فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا من خلال تهيئة الإدارات المتعددة التي تقوم بواجب الدعوة إليه سبحانه أو بواسطة التعليم النظامي الذي رتبت له من الدور والجامعات الشيء الكثير كما أنها قد رتبت القيامة بأركان هذا الدين العظيم دين الإسلام من خلال نشر التوحيد وإقامة الصلاة وترتيب أمور الزكاة وتنظيم شؤون الحج والعمرة فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدولة وفي القائمين عليها وأن يجعلهم موفقين وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم ولا أنسى في هذا الباب ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من ترتيب وتهيئة الأمور العديدة المتعلقة بهذين المسجدين العظيمين فكان لها من الجهد سواء فيما يتعلق بترتيب أمر الصلاة في المسجدين أو ما يتعلق بأمر النسك حجا وعمرة وكيف لها من الترتيب في دخول الحجيج والمعتمرين وخروجهم وهكذا لا ننسى أن نثني عليهم فيما يقومون به من واجب الدعوة إلى الله جل وعلا فإن وكالة الشؤون التوجيهية في المسجد الحرام لها الجهد الكبير في تنظيم الدروس والدورات العلمية وما هذه الدورة العلمية التي نقيمها اليوم وهي الدورة العلمية السابعة في المسجد الحرام إلا نموذج من نماذج الجهود الكبيرة التي يقومون بها فجزاهم الله خير الجزاء وفي هذه الدورة قد رتب لها عدد من المجالات التي يرادوا أن يكون لها مساهمة في المجتمع المسلم وكان من الموضوعات التي تم عرضها ما يتعلق بمحاسن دين الإسلام ولذا يختاروا هذه الرسالة الطيبة رسالة الدرها المختصرة في محاسن الدين الإسلامي لتكون محل الدراسة في هذه الدورة المباركة ولذا أتشرف بالتواصل معكم أيها الطلاب يا طلبة العلم وأتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون مجال حديثنا فيما يتعلق بهذا الباب العظيم ومحاسن دين الإسلام كثيرة متعددة ولكن قبل أن أتكلم عن هذه المحاسن أريد أن أنبه إلى قاعدة مهمة في هذا الباب ألا وهي أن المؤمن عندما يتمسك بشرائع الإسلام ويلتزم بما يأتيه من التوجيهات الإلهية والنبوية في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقصد بذلك أمرين عظيمين أولهما إرضاء رب العزة والجلال كما قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما والأمر الثاني مما يقصده المؤمن بتمسكه بشرائع الإسلام أن يقصد الحصول على الأجر والثواب الأخروي فيكون من أهل النجاة في ذلك اليوم العظيم لا من أهل الخسارة فيه وبالتالي تكون مقاصد الإنسان مقاصد صحيحة صحيح أن هذا الدين قد جاء بما يحقق مصالح العباد كما في قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لسلام دينا وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلكن المؤمن عندما يلتزم بهذه التوجيهات فإنه يلتزم بها ليحصل على هذين الأمرين العظيمين رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخوي أما المنافع الدنيوية التي تحصل فإنها ليست مقصودة للمكلف عند التزامه بهذه الشرائع والتوجيهات ولكنها تساق له سوقا فإن من فضل الله عز وجل على العباد أن جعل التمسك بهذا الدين كما أنه يصلح أحوال العبد في الآخرة فإنه أيضا يصلح أحوال العبد في الدنيا لكن لا ينبغي بالمؤمن أن يقصد أمر الدنيا أما كونه يصلح أحوال العباد في الدنيا فله طريقان في الاستدلال عليه أو له طرائق في الاستدلال عليه أشهرها طريقان الطريق الأول وعد الله جل وعلا في كتابه العزيز بتحقيق الخير والهدى ووصول منافع الناس ومصالحهم إليهم عند تمسكهم بهذا الدين ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وكما قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكما في قوله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ونحو ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على أنه من اتبع ذكر الله جل وعلا فإنه لا يظل ولا يشقى كما قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والمبدأ الثاني الذي نريد تقريره في هذه المقدمة ما يتعلق بمقصد العبد وإرادته فإن هذه المنافع الدنيوية التي تحصل من التمسك بشريعة رب العزة والجلال لها شواهد كثيرة إذن الدليل الثاني على أن التمسك بهذه الشريعة تحصل به مصالح العباد في الدنيا الدليل التاريخي فإن الناظر في حال هذه الأمة الإسلامية يجد أنها كلما تمسكت بشرع رب العزة والجلال وسارت على مقتضى توجيهات الكتاب والسنة حصلت لها الرفعة والمكانة وكان لهم النصر على أعدائهم وتوالت عليهم النعم والخيرات الدنيوية مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة فانظر إلى حال أهل الإسلام في عصورهم المتعددة المختلفة يجد الإنسان الشواهد الجلية الواضحة على كون هذا الدين يحقق مصالح العباد في الدنيا مع تحقيقه لمصالحهم ونجاتهم في الآخرة وشواهد هذا في التاريخ كثيرة إلى عصرنا الحاضر فإنه كلما عادت الأمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم الاجتماعية والأخلاقية والمالية والاقتصادية والأحوال السياسية والناظر في حال أهل زماننا يجد ذلك جليا واضحا فإذا تقرر أن هذا الدين يحصل بالتمسك به مصالح العباد في الدنيا فإن العبادة ينبغي بهم أن تكون مقاصدهم أخروية فتحصل المنافع الدنيوية تبعا فإن من أدى العبادة من أجل أن يحصل على فائدة الدنيا لم يكن له في الآخرة أجر ولا ثواب لأنه لم يقصد الآخرة وإنما قصد الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ويدل على ذلك نصوص كثيرة جاءتنا في التحذير من إرادة الدنيا بالأعمال ومن ذلك قوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وهكذا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يريدون بأعمالهم العبادية مقاصد دنيوية فإننا نجد أن بعض الناس لا يقصد بدعائه إلا أن يحقق له ما دعا به من أمور الدنيا وينسى أن يقصد بدعائه أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر والثواب فإن الله جل وعلا يحب من العباد أن يدعوه كما قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومن هنا على الإنسان عند دعائه أن يقصد بهذا الدعاء أن يحصل على رضا الله وأجل الآخرة ولا يعني هذا أن العبد لا يدعو بأمور الدنيا ولكن نقول إذا دعوت بأمور الدنيا فعليك أن تقصد بذلك أن ترضي الله وأن تحصل على الأجر والثواب الأخروي وهكذا في أبواب الذكر كأذكار الصباح والمساء فإن بعض الناس إنما يقصد بهذا الذكر أن يحفظ من شرور الناس في أمور الدنيا فهو يخشى من الحوادث والمصائب الدنيوية وينسى أن يقصد بذكره أن يحصل على الأجر والثواب الأخروي وأن يكون ممن أرضى رب العزة والجلال وهكذا في سائر عبادات الإنسان ولذا أنا أريد أن أنبه إلى أمر آخر وهو أن بعض الناس يعتقد أن من الأمور المستحسنة أن يترك الإنسان الدنيا وأن لا يسعى فيها وهذا الفهم فهم خاطئ ومخالف لما جاءت به شريعتنا المباركة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في الاكتساب ويأمرهم بأن يغضو أحدهم للجبل فيحتطب ثم يبيع حطبه ليكون هذا سبيلا من سبل استغنائه عن الآخرين وعدم حاجته إليهم وهكذا جاء في نصوص كثيرة ترغب الناس في الاكتساب وتجعل الاكتساب من الأمور المستحسنة وترغب في أن يقصد الإنسان باكتسابه أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي وما ورد من النصوص في التحذير من الدنيا إنما هو لكف الإنسان عن الاغترار بها بحيث تنسيه الآخرة أو يقدم الدنيا على الآخرة كما قال جل وعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فكان هذا الأسلوب محذرا من تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة ولذا نجد من أنبياء الله جل وعلا من سعى في هذا الأمر واكتسب ومن ذلك مثلا أنبياء الله داود وسليمان فإنهم مع ما آتهم الله من الخيرات الدنيوية ومن الملك العظيم حتى سخر لهم الجن وأعطاهم الله الشيء الكثير ومع ذلك هم من سادات الزخاد ومن هنا ينبغي بنا أن نعلم أن معنى الزهد ليس ترك الدنيا وإنما معنى الزهد أن تستعمل الدنيا فيما ينفعك في آخرتك ولكون الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا ذلك واستوعبوه كانوا يزاولون الأعمال التي تدر عليهم مكاسب في الدنيا من التجارة والزراعة وغيرها من الأعمال يريدون بذلك وجه الله جل وعلا ولذلك كان عند الصحابة رضوان الله عليهم من الأموال العظيمة ما تمكنوا به من القيام مع الإسلام ونصرة نبي الله عليه السلام ورذا لما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بسبعمائة من الإبل بأحمالها وأقتابها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ولذلك فإننا نجد أن النصوص لا تعيب على المؤمنين كونهم يسعون في الاكتساب بل تثني عليهم بذلك ولم يعب النص القرآني على المؤمنين كونهم يحبون أن يكون عندهم أموال أو يحبون أنواع من أنواع المال ولذا قال تعالى في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولما وصف الله جل وعلا خصال البر وصفات أهل التقوى قال وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية وهكذا نجد أن الله جل وعلا قد وصف أمور الدنيا بأنها خير فقال جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فسماه خيرا ومن هنا فإن عيب بعض الناس لبعض علماء الإسلام بكونهم عندهم أموال ليس مما يتوافق مع ما جاءت به هذه الشريعة المباركة ولذا فإننا نجد عددا من أئمة الإسلام الأوائل ممن اكتسبوا وممن اتجروا وممن كان عندهم الأموال العظيمة التي ينفقونها في سبل الخيرات ومن هنا فإن مفهوم بعض الناس بأن من يسمونهم برجال الدين أنهم يبعدون عن الدنيا هذا مفهوم تابع لبعض الديانات الأخرى فهو من طرائق أهل النصرانية في هذا الباب وأما أهل الإسلام فإن الدين لا يقتصر بالنسبة إليه بعض الناس دون بعض فكل المسلمين هم من أهل الدين وهم ممن يوصفون بأنهم رجال دين ولا يقتصر ذلك على علماء الشريعة وهكذا أيضا ينبغي أن يعلم بأن كون الإنسان من علماء الشريعة لا ينافي كونه يتجر ويكتسب كما هو شأن علماء الشريعة الأوائل ولذا نجد من الخير العظيم ما كان لهم من دفع أموال كثيرة في سبل الخيرات والمقصود بيان خطأ بعض الناس في كونهم أرادوا الدنيا بأعمالهم الأخروية أو في كونهم ظنوا أن من إرادة الإنسان للآخرة أن يترك الدنيا والاكتساب فيها فكل المنهجين منهج خاطئ مخالف لما جاءت به الشريعة بل الواجب في ذلك أن ينوي الإنسان بأعماله الآخرة ولا يتنافى ذلك مع الاكتساب والعمل والتملك للأموال العظيمة إذا تقرر هذا المعنى فعندنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة هذا الكتاب العظيم الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي وقد ألفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو فضلا وعلما والشيخ ولد في عام سبع وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوفي في سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف وكان عمره أقل من السبعين سنة حين وفاته رحمه الله تعالى وكانت ولادته ووفاته في مدينة عنيزة من بلدان إقليم القصيم في نجد وكان له الأثر الحميد في الأمة ولعل يشير إلى ثلاثة أمور امتاز بها الشيخ رحمه الله تعالى فأولها ما يتعلق بحرصه على التأليف فقد وضع من المؤلفات الشيء الكثير منها ما يكون منهجا تعليميا واضحا ومنها مختصرات في علوم الشرع سواء فيما يتعلق بالأصول أو المعتقد أو الفقه أو التفسير أو الحديث والسيرة النبوية ولذلك كان للشيخ من الأثر الجميل في هذا الباب ما كان سببا لتعلم أناس كثير من أهل زماننا الحاضر وقد امتازت مؤلفاته بعدد من المميزات منها أنه حرص على التحقيق والاعتماد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مميزات مؤلفاته وكتبه سهولة الأسلوب بحيث يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة سهلة مفهومة لكل من قرأها وكذلك من ممتاز به الشيخ في كتاباته الاختصار بحيث يشير إلى دلالات عديدة في ألفاظ وجيزة وكذلك من مميزات الشيخ في مؤلفاته التفن في العلوم فقد كان مشاركا في أكثر العلوم الإسلامية ولذلك تجد مؤلفاته تبرز هذا التفنن في العلوم فلا يقتصر في بحث العلم الواحد على جزئيات ذلك البحث حتى يشير إلى الجزئيات الأخرى الموجودة في العلوم الأخرى مما يكون له الأثر الحميد في ربط المعلومات الشرعية والدينية ومن أهم مؤلفاته كتابه في التفسير تيسير الكريم المنان وهو كتاب عظيم وقد اعتنى العلماء به نقلاً ودراسة وبثاً في وسائل الإعلام على اختلافها وهذا التفسير قد اجتمل على معاني عظيمة من أمور المعتقد ومن المسائل الفقهية والقواعد الأصولية ولذلك لا زال الناس يتدارسون هذا الكتاب وينقلون عنه ومؤلفات الشيخ كثيرة متعددة وقد جمع كثير منها في المجموعة الكاملة من مؤلفات الشيخ ووقعت في بضع وعشرين مجلداء وأما المجال الثاني الذي حجس الشيخ على الدخول فيه والتأثير فيه فهو مجال التعليم فقد رتب دروساً منتظمة ورتب أمور الطلاب لديه وبالتالي تخرد على يديه الكثير من العلماء الذين كان لهم الأثر الجميل في الأمة سواء منهم من اعتنى بالتأليف ومنهم من اعتنى بالفتوى ومنهم من اعتنى بالعمل في المجالات العمل الحكومي على اختلافها ولذلك كان لهم الأثر الجميل في مجتمعاتهم وأما الجانب الثالث الذي عني الشيخ به فهو جانب الوعظ بمخاطبة عموم الأمة بما في ذلك عوامها بما يجعلهم يعودون إلى الله جل وعلا ويلتزمون بالعمل بأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا كان للشيخ من الأثر الجميل والفعل الحميد ما رفع الله به شانه وعلى منزلته أسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجته فعليين وموضوع البحث في محاسن الإسلام يمكن أن يشار فيه إلى ثلاثة مصادر ينبغي الرجوع إليها أولها ما يتعلق بالنصوص القرآنية والنبوية التي فيها إشارة إلى حكم الأحكام ومن ذلك مثلا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ففيها إشارة إلى شيء من حكم هذا الحكم ومقاصده مما يبرز محاسن دين الإسلام والآيات التي فيها إشارة لهذه المعاني متعددة كثيرة لعلنا نشير إلى شيء منها فيما يتعلق بالأحكام الشرعية في دورتنا هذه بإذن الله جل وعلا وأما الأمر الثاني الذي يبرز محاسن هذا الدين فهو التأمل في هذه الأحكام والتعمق في فهم معانيها فإن التفكر في الأحكام الشرعية يجعلنا نستخرج شيئا من محاسن هذه الشريعة ومميزاتها ولا بد أن يكون هذا التفكر منضبطا بالضوابط الصحيحة التي تؤهل الناظر إلى أن يستخرج المعاني والحكم الصحيحة التي تترتب على تطبيق الأحكام الشرعية وأما الأمر الثالث الذي يبرز محاسن هذا الدين فهو معرفة أحوال الناس قبل دخولهم في دين الله وبعد ذلك فإن العربة قبل الإسلام كانت لهم أحوال مقيتة بحيث نجد أنهم في أمورهم الدنيوية فضلا عن الأخروية قد فقدوا كثيرا من مقومات الحياة السعيدة فنجد في بلدانهم الخوف الشديد والضراب الأمن نجد عندهم من الجوع ما يندى له الجبين نجد عندهم من الفرقة والاختلاف والاقتتال والتنازع ما يستغرب الإنسان من كثرة حوادثه وهكذا في بقية أمور الحياة فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ودين الهدى ودخل الناس في دين الله أفواجا تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم فانتشر الأمن في ربوع بلدانهم وأصبح الناس يتمكنون من المحافظة على أنفسهم وأموالهم وجميع شؤونهم فتغيرت أحوالهم في هذا الباب وهكذا فيما يتعلق برغد العيش فتبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم وحينئذ نذكر بما ورد في حديث عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يؤمن بعد فكان لا زال على دين النصرانية فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في مستقبل أيامه من أن المرأة تخرج من المدينة إلى الحيرة لا يعترضها أحد حتى مما يدل على وفرة الأمن حتى أن عاديا خالجه الشك في ذلك فقال في نفسه أين ذعار طي يعني أين أولئك الذين اشتهروا بقطع الطريق وسرقت الناس ومع ذلك ما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح الأمن موفورا والناس يأمنون لا يخافون من اضطراب الأحوال ولا يخافون من السراء وقطاع الطريق في أمور كثيرة هكذا تغيرت حالة العرب فقد كانت أمة لا يؤبه لها وكانت الدول الكبرى في ذلك الزمان ينفذون ما لديهم من خلال بلدانهم ومن خلال استحواذهم على بعض القبائل العربية التي تكون تابعة لهم فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام تغيرت الأحوال وأصبح لهم من المكان والمنزل على مستوى العالم أجمع ولذا أذكر بما قاله هرقا لأبي سفيان لما سأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يتوافق مع صفات الأنبياء فقال لإن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي فاهتال أبو سفيان من ذلك فقال لقد أمر يعني عظم وكبر أمر ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا فيما يتعلق بتوفر الحياة السعيدة ووجود مقومات الحضارة فاتشر التعليم وأصبح الناس يتعلمون فنون الحياة بكافة أشكالها وخرج من هذه الأمة العربية من كان له أثره على البشرية جمعا فيما يتعلق بالاكتشافات العلمية والتقنية والحضارية وهكذا تغيرت أحوال الناس فيما يتعلق بطريقة تعامل بعضهم مع بعض فبعد أن كانوا أعداء أصبحوا إخوة متحابين ومن هنا نذكر ببعض الآيات القرآنية التي وردت في هذا الباب كما في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكما في قوله واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون في نصوص كثيرة تذكر المؤمنين بالحال العظيمة الجليلة التي وصلوا إليها بعد دخولهم في دين الإسلام ولا يقتصر ذلك على العرب فقط بل إن الأمم الأخرى من العجم وأصحاب اللغات الأخرى عندما دخلوا في هذا الدين تغيرت أمورهم وأحوالهم فأصبحوا يأمنون في بلدانهم ووفر الله لهم أنواع النعم في حياتهم حتى من كان في ظل دولة الإسلام من من بقي على دينه نعما بكثير من الخيرات التي جاءت التي جاءت إلى بلدانهم بعد أن دخلها دين الإسلام وأصبحت في دولة الإسلام ومن هنا نجد أن هذا الدين جلب للناس الخيرات الدنيوية الكثيرة والعظيمة والمؤلف رحمه الله تعالى حاول في هذا الكتاب الدرة المختصرة أن يشير إلى أصول محاسن الإسلام ومن ذلك محاولته المقارنة بين دين الإسلام مع غيره من الأديان وهو في هذا الكتاب لم يرد أن يستوعب ذلك وإنما أراد إيراد أمثلة على هذا الباب وليس مراده الاستيعاب وقبل أن أدخل في كلامي المؤلف أشير إلى شيئين عظيمين في هذا الباب ألا وهو أن صلاح أحوال الناس بهذه الشريعة لم يقتصر على أمورهم والظاهرة فقط بل كان لهذا الدين من الأثر الجميل في أحوال الناس الباطنة في صلاح قلوبهم وسعادتهم وابتعاد أنواع الأمراض النفسية عنهم والأمر الثاني أن هذه الشريعة كما أصلحت أحوال الأفراد أصلحت أحوال المجتمعات فغيرت الحال بدل أن كانوا متقاطعين متدابرين أصبحوا إخوة متحابين يتمنى كل واحد منهم الخير للآخرين كما يتمناه لنفسه مما يدلك على أثر هذه الشريعة على النفوس ولذا فإن مما يقرر في كثير من النصوص أهمية موضوع الإيمان إذا تقرر هذا فإن في دراسة محاسن الإسلام الفوائد الكثيرة والمنافع العظيمة وقد أشار المؤلف في مقدمة هذه الرسالة إلى شيء من المحاسن من الفوائد التي تنال بمعرفة محاسن الإسلام ولعل يشير إلى شيء من هذا فأول ذلك فيما يتعلق بالأجر والثواب فإن في معرفة هذه المحاسن معرفة لشيء من أحكام الشريعة وتعلم أحكام الشريعة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع وجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ومن هنا وردت النصوص بالسناء على العلماء وبيان المنزلة العالية التي ينالونها كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء ورذا استشهد الله جل وعلا بهم في عدد من المواطن كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكما في قصة قارون عندما استشهد الله جل وعلا بمقالة العلماء في التحذير من الاغترار بالدنيا مما ينسي الآخرة والاستعداد لها وجاء في الحديث النبوية أيضا عدد من النصوص سدل على فضيلة العلماء ومن ذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وكما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بنصيب وافر والنصوص التي وردت في هذا الباب كثيرة متعددة والأمر الثاني من فوائد معرفة محاسن الإسلام أن يعرف الإنسان ربه جل وعلا فإن كما تعرفت محاسن الدين الذي يدعوك إلى الله كان هذا من أسباب معرفتك بالله وتعلق قلبك به سبحانه وتعالى ومن الآثار الجميلة لمعرفة محاسن الإسلام أن يعرف الإنسان بمقدار أو بشيء من مقدار نعمة الله عليه بهذا الدين فيكون هذا مؤدياً إلى أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى فإنك لن تشكر النعمة إلا إذا عرفتها ومن ثم فإن معرفة محاسن الإسلام يجعلك تشكر الله جل وعلا ومن شكر الله رضي الله عنه ومن شكر الله ولا عليه الخير كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم وكما قال تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم هكذا من الفوائد التي تترتب على معرفة محاسن دين الإسلام أن يكون ذلك من أسباب تمسك الناس به فإن بعض الناس متعرف نعمة الله عليه بهذه الأحكام جعله ذلك يشكر الله بالتمسك بشريعته ولا شك أن النفوس مع من أحسن إليها فمتى عرفت إحسان الله إليك بالهداية لهذا الدين وبكون هذا الدين يحقق المصالح الدنيوية والأخروية كان هذا من أسباب تمسكك به وهكذا من الفوائد التي تحصل بمعرفة محاسن الإسلام أن يزيد إيمان الإنسان فإن الإيمان يزيد كما ورد بذلك عدد من النصوص ومن ذلك قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهكذا في قوله جل وعلا في أواخر سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتم إيمانا الآية وهكذا من الآثار الجميلة التي تحصل بمعرفة محاسن الإسلام أن يكون هذا من طرائق الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى دين الإسلام فإنك متعرفت الناس بمحاسن هذا الدين كان هذا من أسباب دخولهم فيه بإذن الله جل وعلا والمؤلف رحمه الله تعالى حرص على أن يتكلم عن أمثلة لمحاسن دين الإسلام ولذا نبه كثيرا على أنه لم يستوع بهذه المحاسن وقد اعتنى كثير من العلماء بالتأليف في باب محاسن دين الإسلام فألفوا فيه مؤلفات كثيرة عظيمة ونحن في كل زمان نحتاج إلى إخراج هذه المحاسن بصياغة تتناسب مع ذلك الزمان لأن أحادث الناس واهتماماتهم قد تختلف من زمان لآخر وبالتالي يخرج من درر دين الإسلام ومحاسن في كل زمان بما يتناسب مع توجهات الناس وتصوراتهم ولا شك أن دين الإسلام كما جاء بربط القلوب بالله عز وجل جاء أيضا بتصحيح التصورات التي تكون عند الناس فيما يتعلق بأمور حياتهم ومن هنا فإن مخاطبة الناس بما يكون عندهم لتصحيح مفاهيمهم ولجالهم يستشعرون محاسن هذا الدين ينبغي أن يكون في أسلوبه وسياقه متناسبا مع اهتمامات الناس ومع طرائق تفكيرهم ومع ما تؤاتيه الظروف في أزمنتهم وفي عصرنا الحاضر مع وجود وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة ومع توفر طرائق التواصل من خلال الأمور التقنية ومع وجود المنظمات العالمية والدولية التي بدأت تركز على عدد من الموضوعات التي قد يكون فيها تحقيق مصالح العباد في الدنيا فحينئذ ينبغي أن نخاطب الناس بما يكون مصلحا لهذه المجالات التي دخل الناس وركزوا الحديث عليها في زمننا الحاضر فإن المنظمات الحقوقية بدأت تتكلم عن بعض الموضوعات التي ينبغي بنا أن نجعل نجعلها تعنى بفهم مرامي الدين ومقاصده وأحكامه وبالتالي يكون هذا من أسباب معرفة محاسن هذا الدين وهنا أنبه على أمر عظيم ألا وهو أن بعض الناس يريد أن يجعل القواعد التي يسير عليها أهل الديانات الأخرى وأهل المجتمعات الأخرى منطلقا لفهم دين الإسلام ومقاصده وبالتالي محاسنه وهذه طريقة ينبغي أن نحذر منها لأنها قد تؤدي إلى شيء من التناقض من جهة وإلى كوننا قد لا نرى مناسبة بعض الأحكام بناء على كون نطلق من قواعد مخالفة ولذا فإن من المناسب عند الكلام عن محاسن دين الإسلام أن نتكلم عن القواعد والأصول التي يسير عليها المجتمع المسلم وتكون عليها الأحكام الشرعية ومن هنا اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أصول محاسن الإسلام ولم يعتني بأفراد هذه المحاسن وكان من أوائل ما تحدث عنه المؤلف ما يتعلق بأصول الإيمان ولذا فإن الناظر في أصول الإيمان يجد أن هذه الشريعة أكدت على أمرين من أركان الإيمان في كثير من توجيهاتها وهما أصل الإيمان بالله وباليوم الآخر كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله يسوط حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وكما قال تعالى ولا يكتمن ما في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر في نصوص كثيرة تؤكد على هذين الأصلين من أصول الإيمان وذلك لأن الإيمان بالله عز وجل يقتضي أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو المطلع على ما في الكون وهو المدبر له وهو الذي ينفذ أمره فلا يخفاه شيء ومن التالي أنت تستشعر أنه يراقبك وتستشعر أن الرزق بيده وتستشعر أنه هو المتصرف في الكون ومن ثم تخاف من الله جل وعلا وترجوه سبحانه وتعالى وتحبه فتدفع فتدفعك هذه الأمور إلى إصلاح تصرفاتك فإذا كنت تؤمن بأن الله جل وعلا يطلع عليك ويراقبك فحينئذ لن تقدم على فعل يغضب الله سبحانه وتعالى فلن تظلم أحدا ولن تأخذ حق أحد من الناس لأنك تستشعر أن الله جل وعلا يطلع عليك ولا يخفى عليه شيء من أمورك كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهكذا الركن الآخر وهو ركن الإيمان باليوم الآخر فإنك عندما تستشعر أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا وستسأل عن جميع أعمالك وستحاسب عليها وستعطى من الثواب نظير ما فعلته من الأعمال الحسنة ما يتناسب معه وستعطى من العقاب ما يكون بسبب ما خالفت به أوامر الله جل وعلا فيدفع كذلك إلى الاستعداد لذلك اليوم بالتمسك بهذا الدين ومن ثم تحصل المصالح والمنافع العظيمة المرتبة عليه ولا يعني هذا أن نغفل ما يتعلق ببقية أركان الإيمان وقد شار المؤلف في هذا الباب إلى أن أصول الإيمان تجعل الإنسان يستقيم في حياته ويهنأ بها ومن ذلك مثلا أن الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أن تؤمن بقوته وقدرته وبالتالي تستشعر أن يكون بينك وبين الله رابط يجعلك تلتزم بمحاسن الأفعال والأقوال وهكذا من مميزات هذا الدين فيما يتعلق بأصول الإيمان أنه قد جاء بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام فالمسلم يؤمن بكل الأنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله وهذه مزية لهذا الدين لا توجد عند بقية الأديان الذين لا يؤمنون بجميع الأنبياء وهذا الإيمان يدفع الإنسان إلى أن يلتزم بمحاسن الأعمال وأن يكون من شأنه أن يحافظ على مكارم الأخلاق وأن يسعى في تحقيق مصالح العباد ولذا كان هذا الدين العظيم ينهى عن مساوي الأعمال والأخلاق ومن ذلك مثلا أنه نهى عن الظلم ونهى عن التقصير في حقوق الآخرين وقد جاء ببيان الحقوق كاملة مما يجعل الإنسان يلتزم بأداء هذه الحقوق إن من الأمور التي تترتب على هذا الباب مشاهدة الأثر العظيم لدين الله عز وجل على العباد فإن الناظر في أحوال الناس الذين تمسكوا بهذا الدين يجد عندهم من الصفات الجليلة العظيمة ما يشعره بمحاسن هذا الدين فأول ذلك ما يتعلق بطهارة القلوب وزكاتها فإن أهل الإيمان تنتفي عنهم العديد من الصفات نتيجة تمسكهم بهذا الدين فمثلا فيما يتعلق بالرغبة في الانتقام تزول عندما يستشعر الإنسان أن الله هو المتصرف في الكون وأن هؤلاء العباد الذين نالك ضر وسوء بسببهم إنما هم أدوات وهم ينفذون أوامر الله القدرية الكونية وبالتالي لا يسعون إلى الإضرار بهم بل يسعون إلى إحسان التعامل معهم كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون يعني من أساء إليك فادفع بالتي هي أحسن وبالتالي تغيرت قلوب الناس مثلا كان أصبح في القلوب تمني الخير للآخرين لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كذلك زالت عن القلوب كثير من المظاهر وأنواع الشعور فلا يتمنى الإنسان ضرًا ولا سوءًا يزول عنه الحقد والحسد والكراهية ونحو ذلك من الأخلاق المذمومة هكذا أيضا من الآثار الجميلة التي ترتبت على وجود دين الله عز وجل أن ترابط المجتمع فإذا استشعر الإنسان تلك التوجيهات العظيمة التي يكون لها الأثر الحميد في ترابط المجتمع سواء في صلة الأرحام أو في المحافظة على حقوق الجار والإحسان إليه وعدم ظلمه أو فيما يتعلق بإحترام الصحبة والقيام بواجباتها مما يجعل الناس يستشعرون أن هذا الدين قد سعى إلى ترابط المجتمع وتعاونه وبالتالي يستشعر القاعدة العظيمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فهذه نماذج من ما ذكره المؤلف من الأمر الأول فيما يتعلق بمعرفة محاسن دين الإسلام بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بشرعه ودينه الساعين إلى نشر هذا الدين في عباد الله ونسأله جل وعلا للجميع صلاحا للأحوال واستقامة للأمور ووفق الله لا تأمرنا لكل خير وجعله من أسباب الهدى والخير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد